والقرآن كل ما نزل إلا للموضوع دي جماعة ربنا قال ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير السبب أن لا تعبدوا إلا الله الله نزل القرآن وأحكموا وفصلوا ونزلوا ليه أن لا تعبدوا إلا الله أندي تفسيرية يعني السبب شنو في إنزال القرآن كل من السماء وتفصيل إحكامه ليه السبب شنو أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وبسبب ربنا نزل الملائكة كلهم ونزل الوحي بالملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده السبب ليه نزل الوحي مع الملائكة ليه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وبسبب التوحيد وعدم الشرك بالله ربنا خلق السماوات والأرض قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ولسبب التوحيد وعدم الشرك ومحاربة الكفر وعبادة القبب والأضرحة والتبرك بالقبور لن نهي عن الشرك ده ربنا بعث جميع الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطعوض وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وللسبب ده الله خلقكم يا جمع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليعبدون يعني لوحدون فإذا عملنا الحاجة الوحدة دي بس ما اتنين وحدنا الله وتركنا الشرك بالله الله تكفى لينا إنه يصلح لينا الاختصاد انتهى الموضوع ما بيحتاج جوطة كثيرة ولا الدولار بيكم ولا عام ولا غيري كله ده ما بيحتاج له بس واحد حاجة واحدة بس ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو حصل منهم الكلام ده لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض انتهى الموضوع الاختصاد يصلح وانتهى لكن تعشوف الليل الحاصل شنو ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كم قب الليل بتعبد في بلدكم دي ماذا تجي داخل مين قولت تي قولت طوالي من أول دقيقة قبت منه ما بعرفه واد مدني شنو ما بعرفه تمشي بيغادي تلقى النسوان ما بطحات جنب القبة وينها قبت في قرية وينه بيغادي وشرق السودان وشماله وغربه وشرقه ووسطه قبت تعبد يا أخواننا في آله في البلد دي لا حصر لها ولا عدد تعبد بالباطل مع الله فكيف الله يديكم بس دا الموضوع بلدنا فوق دهب ما عنده عدد ولا عنده حد ذاته نحن نقدر نعده فيها بترول ما طبيعي فيها نيلين أبيض وأزرق والنيل حقنا ذا جمن الجنة طوالي بنص الحديث في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت أربعة أنهار من الجنة يا هو النيل حقنا ذا برضو عطشانينا جماعة تمشت أقول لهما دون سمك الصياد يقول لك يقول لك الليلة قال ما في سمك رحل ماشى وين قاعدوا لكن بركة ما في أخواننا بسبب القبب دي وهو دي القبب اللي عندنا دي في السودان ده كله في العالم الإسلامي كله آلهة تعبد بالباطل مع الله فكيف ربنا يوسع علينا الخير قاعد فيه يدينا يدينا المسلمين في العالم الإسلامي ويجو الكفار يسرقوا سروات المسلمين عينك يا تاجر عادي يسرقوا يتفقوا بيجاي مع الأخوان المسلمين يتفقوا مع الأحزاب المجرم دي ويسرقوا سروات البلاد الإسلامية يمصواها مص يمصواها مص ويشافروا بها بره والمسلمين قاعدين ما قادرين يسووا أي حاجة النعمة في يدهم ولقمة الكسرة في يدهم والخير والرزق في يدهم وجعانين ما قادرين يوصلوا في خشومهم يجي العدو يشيلوا من يدهم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يا معشر المهاجرين خصال خمس إلى أن قال وصلت عليهم عدوهم من غيرهم فاستباح بيضتهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم بالله يشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام الليلة حاصل زيمه زيمه الدول الإسلامية بالمناسبة أغنى دول من نحية السروات الطبيعية ويمكن يكون أغناءها السودان لكن الليلة كل فقير الدول الإسلامية وأفقر السودان اللي هو أغناءها من نحية السروات الطبيعية يبقى جماعة في خلل نحن بيننا وبين الله أنا ما بقول كل الناس كعبين أنا بتكلم عن الحكم العام أو الغالب ده كلام كله كده يعني السبب الشركة الموجود بين يديننا ده